الآن أود إضافة المسيجز التي أضفناها سابقاً للهيدر فإذاً لنقوم بذلك فسنذهب إلى كومبوننت الهيدر سأجلب بعضنا المسيج ها هي قوموا بنسخها دعوني أقوم بالتكبير هكذا فضل أو نكبر هكذا تماماً جيد فالآن نريد أن نجعل هذا هنا في الخلفية حتى تروا التغييرات نوعاً ما سترونها فإذاً قمت بجلب هذه المسيجز التي سأضيفها للهيدر فإذاً لدينا لاحظوا قمت بإضافة بادئة لهذا الموضوع اسمه ناف لينك وبالمسيجز يوجد هذا المتغير الذي فيه أو هذا الكونسنت الذي فيه القيمة الحقيقية لهذا الموضوع فإذاً هنا بالبداية لاحظوا بالنسبة للهوم سنجلب ناف لينك هوم أو هوم بيش بالنسبة لللوغن سنجلب ناف لينك لوجن وبالنسبة للرجستر سنجلب ناف لينك ريجستر فإذاً ستجدونها موجودة هنا تلاحظ ظهرة الرئيسية وتسجيل الدخول وإنشاء الحساب ممتاز فإذاً الآن هنا نفس الشيء سنكتب ناف لينك هوم بيش وهنا سنكتب ناف لينك آد ريسيبي وهنا سنكتب ناف لينك ماي ريسيبيز هذه هي التي جلبناها لدينا هنا أيضا داشبورد فإذاً ناف لينك داشبورد وهنا ناف لينك لوج اوت هل واقع شيء؟ فإذاً ذهبنا إلى هنا لا يوجد فإذاً كل شيء تمام فإذاً الآن المرة أخرى هذه النابلينك ستجدونها بملف المسيجز المسيجز الذي قمنا بإنشاء سابقا لاحظوا النابلينك أين هي النابلينك؟ ها هي فإذاً النابلينك أنا قم بإنشاء كونستانت للنابلينك وأضفت له القيمة باللغة العربية فإذاً login تسجيل الدخول register إنشاء حساب هذه الكلمات مرة أخرى إذا أردت أن تقوم بوضع هذا الموقع اللي يعمل في بلد معين فهذه الكلمة لم يعجبها مثلا تسجيل الخروج يمكن أن تغيرها لشيء آخر بيكون سهولة من خلال هذا الملف وسيتم انعكاسها على الموقع بشكل مباشر فإذاً الآن ها هو الموقع سيد وهذه هي تسجيل الدخول وإنشاء حساب فإذاً دعونا نذهب لتسجيل الدخول تسجيل الدخول لاحظوا هذه الصفحة تحتاج أيضاً أن نضيف لها layout فإذاً نقوم بذلك فإذاً سنذهب إلى pages login وهنا سنجلب layout component وأيضاً سأجلب message كتبتها خاصة بالlogin page title from messages وهنا سأقوم بإضافة هنا سأقوم بإضافة layout وأغلقه وبداخل layout هنا سأضيف title الذي سيكون login page title طبعاً بالتأكيد هذا أيضاً يمكن أن نضيف لها مسيجات لاحقاً فإذاً لاحظوا كيف سيظهر ذلك فإذاً مجرد تسجيل الدخول في الموقع وهذا هو لاحظوا أن الفورم هنا أيضاً نحتاج أن نقوم بإضافة له المسيجات التي أضفناها فإذاً لنقوم بذلك فإذاً سنذهب من هنا لصفحة المسيجات لا صفحة عفهم صفحة الlogin form وهنا سأضيف هذه المسيجات التي أحتاجها من ملف المسيجات فإذاً نحتاج الemail label password label والlogin button فهذا كلها ستكون موجودة آآ أين ستكون موجودة فإذاً هذا ال label سنكتب فيكون اسمه authentication نسيت اسمه تصدقون authentication page email label طبعاً أنت يمكن أن تسمي أي شيء أنا وضعت هذه ال prefix حتى أميز هذه الكلمات فربما أنت تقول فقط email label تكتفي بهذا إذاً هذا بالنسبة للemail label أيضاً بالنسبة للpassword فنحن سنضيف password أما بالنسبة لهذا الlogin button سيكون موجود هنا سأمسح هذا وأصحح هنا في الأعلى التي هي password label وعن بدون الemail بهذا الشكل فإذاً الآن سنرى كيف تبدو لاحظوا البريد الكتروني كلمة المرور وتسجيل الدخول بقصوص تسجيل الدخول فأريد تغيير للون هنا فهذا الشيء موجود أين يا ترى هذا الشيء موجود بالStyles طبعاً هذه الlogin user لا نحتاجها وسأقوم بحث فيها هنا فبالStyle إذاً Style dashboard فلدينا أعتقد اسمه او شيء كهذا فهذا سيكون الخاص به التي أخذناها من الثيم الذي أنشأناه سابقاً فنلاحظوا هكذا ستظهر طبعاً لا تقلقوا بشأن الألوان ربما تقول أن هذه الألوان غير جميلة غير مناسبة لا تقلقوا بهذا الخصوص يمكن تغييرها مرة أخرى لكن هذه الفكرة نحن نستعرض الفكرة الآن وليس نستعرض او الشكل فإذاً بهذا الشكل ممتاز طبعاً أيضاً شيء آخر أنه يمكن هنا أن أكتب شيء أنا لاحظوا الفونت سايز لم يأخذ الفونت فاميلي لم يأخذ ممكن أن أضيف فونت فاميلي هنا وار شانجا فونت وسيظهر الفونت فإذاً لاحظوا تغير قبل هنا فإذاً ممتاز فإذاً الآن لدي هذه الصفحة جاهزة فإذاً سأرى صفحة تسجيل الدخول إنشاء الحساب إنشاء الحساب أيضاً تحتاج أن نضيف لها فإذاً لنقوم بذلك إذاً سنغلق كل هذا وسنغلق كل هذا ونذهب لصفحة بيجز لوغ اوت أو صفحة عفواً صفحة بيجز رجستر وهنا سنذهب للفورم أو بدايةً نريد أن نجلب اللاي اوت فإذاً سنكتب هنا اللاي اوت وهنا لاي اوت وهنا نضع اللاي اوت ونغلق طبعاً ولدينا تايتل تايتل اللاو طبعاً أنا كتبت هنا لاي اوت يجب أن أضع هكابيتل لتر وهنا كابيتل لتر طبعاً لدينا تايتل سأجلبه من المسج فإذاً امبورت سأجلبه من المسج وأضع هنا تايتل يساوي رجستر بيج فإذاً الآن لو عرضت هنا الصفحة مرة أخرى لاحظوا إنشاء الحساب تغير التايتل تغير التايتل أيضاً هنا بقي أن نضيف المسجز هنا حتى نجعل موقعنا يعمل باللغة العربية فبكل بساطة سنذهب للفورم فإذاً هذا هو الفورم سنضيف المسجز التي نحتاجها التي هي email label password label وuser label إذن هنا سنذهب إلى email label هنا ونضيفه ونحذف ال email هكذا وننسخ هذا أيضاً لدينا username label فإذاً هذا هو قم بتغيير هذا username ولدينا أيضاً وهذا سأغير على password وأضعاً لدينا register button في الأعلى إذن هذا هو سأنسخه أيضاً هنا سنستخدم register هكذا وانتهينا فإذاً الآن سيظهر كل شيء لدينا باللغة العربية بال register form فإذاً بريد إلكتروني سنستخدم كلمة المرور وإنشاء حساب فإذاً ممتاز فإذاً انتهينا الآن من register page الآن سنذهب لصفحة تشجيل الدخول نسجل الدخول ونبدأ فعلياً فإذاً سأذهب إلى test test.com ومن واحد لثمانية وسأبدأ فعلياً بترجمة هذا dashboard وأيضاً أضيف لها layout فإذاً لنضيف layout لديه dashboard فإذاً بكل بساطة سنذهب إلى pages dashboard index وهنا سنكتب layout مسار واحد الأعلى مسار اثنين الأعلى components layout وماذا هنا سنكتب layout وبالتأكيد هنا سننهي بال layout نغلقها وفقط أيضاً هنا في الأعلى سأجلب بعض المسيجز من هذه المسيجز هي والتي ستكون هنا هنا ستكون سأدخلها بالنسبة المسيج هذا أيضاً قمت بضافة لها شيء بالمسيجز الذي سأضيفهم هنا وبالنسبة و سنضيفهم هنا خذنا add recipe فإذن add recipe ولدينا أيضاً all recipe all recipes وأيضاً ماذا لدينا فإذن add recipe all recipe ولدينا أيضاً my recipe التي اسمها my recipe فإذن الآن سيتم الحفظ ولاحظوا على في هذا الموضوع فإذن تغييرات جذرية في موقعنا أو تغييرات واضحة فعلياً بموقعنا فإذن أهلاً بك في لوحة تحكم بالوصفات وصفاتي كل الوصفات إضافة وصفة جديدة وهنا نفس الشيء كل شيء مترجم فإذن شيء رائع شيء رائع فعلياً فإذن نكمل بعد قليل لإضافة صفحة وصفاتي نريد أيضاً نضيف لها layout ونضيف الترجمات لهذا الموضوع فإذن لنبدأ مع صفحة my recipe الموجودة ب pages dashboard my recipe أو recipe اسمها اسمها recipe وهنا سنجلب layout component فمن components سنجلب layout وسنحيط التي لدينا الجميلة أو صفحة الـ table هذا سنحيطها بlayout ونغلق layout ممتاز هنا في هذه الصفحة يوجد كثير من التي أريد أن أعرضها فبداية أريد أن أعرض الـ الذي سأرسله ل أين سأرسله أين سأرسله layout فإذاً هنا سأضع فإذاً لاحظوا سيظهر هنا بهذا الشكل هذا سأحذفها الآن فإذاً ممتاز وأيضاً هذا كلها علي أن أقوم بتعويضها التي لدي فإذاً أريد أن أحذفه فإذاً أين هو هذا فإذاً هذا أريد أن أحذفه كي لا يظهر وبالفعل ستجدونها اختفى بالخلفية إذاً يمكنكم مشاهد ذلك لدينا هنا my recipe page my recipe page recipe title فهذا سأضعها بهنا أعتقد هنا اسمها هنا تأتي فإذاً لنرى فإذاً هنا فيفترض الآن أن recipe title في الأعلى هنا يظهر باللغة العربية الآن سترون فإذاً هنا لدينا عنوان الوصفة فإذاً الآن سنبدل هذا سنبدل هذا والباقي فإذاً ليه نقوم بذلك بكل بساطة فإذاً هنا هذا سنضيف هنا recipe ID أعتقد هكذا اسمه فإذاً معرف الوصفة أيضا description وأيضا زر edit وأيضا زر delete أو X فإذاً الآن سترون ذلك فإذاً لاحظوا هذا معرف الوصفة عنوان الوصفة وصف الوصفة وكل هذا يظهر ممتاز الآن هذه الأزرار علي أن أقوم أيضا بتغييرها فبكل بساطة هنا بدلا من تعديل سنضيف هذا وأيضا هنا بدلا من delete فنضيف هذا إذاً رائع فإذاً هذا جيد فإذاً لاحظوا الظهرت الآن عندما أقوم أنا بحذف ستظهر لي إلى آخر هذا يجب أن تظهر باللغة العربية أيضا أو باللغتنا أو نقوم بتعويضها وهذه موجودة هنا بهذا طبعا هذا أنا وضعتها بالميسج مرة أخرى لا أريدك أن يعني أن تعتقد أن لا أريدك أن تفكر أن هذا ليست يعني جلبتها بين المريخ لا هي هذه موجودة فعليا بالميسجز فقط عليك النظر بالميسجز فإذا قلت حذف لاحظه سيصبح الآن هل تريد حذف الوصفة فإذاً ممتاز فإذاً أنا انتهيت من هذا الشيء لكن أيضاً الخاط لا يظهر هنا فدعونا نقوم بتعديله فبكل بساطة سنذهب إلى عفوا سنذهب إلى styles وإلى الـ table أين هو الـ table هذا هو الـ table بكل بساطة سنكتب font family ونعطيها الضار الآن ستظهر لاحظوا ظهرها وربما أنت الآن تسأل نفسك تقول أن مرة أخرى تسأل نفسك أن من أين جاءت هذه الفوار فذا نتذكر أن لدينا نحن component layout هذه component layout قمنا بتمرير لكل layout layout قمنا بتمرير لتشانجا class name وأيضا أضفنا له variable هنا لو كتبت أنا فيجب أن أضيف في المكان الذي سأجلب به هذا واضح فذا هذه تذكير أيضا هل هنا عليك خاطفة font size يبدو كبير نوعا ما هنا فماذا لو صغرته بهذا الشكل أو أضفت مثلا هنا مثلا هكذا يعني أفضل بالنسبة بالنسبة لهذه البطن الموجودة هنا يمكن أيضا أن نغير الخاص بها إذا اتحبنا إلى و لنرى فذا كيف ستكون طبعا هو بسبب الذي أضفته لهذا الموضوع لذلك تأخذ مسافة هنا ويمكن أن أضيف أغير هنا لعاكدة أو مثلا جيد لا بأس به ما رأيكم جيد لا مشكلة وعندما لاحظ عندما نذهب مثلا دجاج بالكاري نذهب إليه سنذهب لصفحة دجاج بالكاري بهذا الشكل فذا المونتاز ربما نعود إلى وصفاتي هنا ومثلا نريد مثلا أن نعدل هذه الوصفة فسنذهب إلى هنا طبعا هذا المكان هذا المكان يجب الآن أن نقوم بتغييره فإذن لنقوم بذلك إذن سنذهب لصفحة قبل صفحة سنذهب لصفحة أعتقد وصفة جديدة بقي لدينا صفحتين على فكرة وصفة وصفحة الوصفة الجديدة وإدت الوصفة فإذن لنذهب هنا ونرى التغييرات التي قمناها على قد ثم نضيفها فإذن فإذن هذه هي المسج ونذهب مباشرة لصفحة الآد صفحة الآد فمن هنا مرة أخرى سنجلب ونضعه هنا فإذن سنحيط هذه بالليأوت ونريد أيضا أن نعطيها تايتل إذن التايتل يمكن أن نجلبه من المسج فإذن هذا هو تايتل ويمكن أن نعطيه لصفحة الآد لصفحة للليأوت هنا فإذن هنا بالتايتل نعطيه هذا فكيف ستبدو الأمور طبعا لا نحتاج فسأقوم بحث ولا نحتاج فإذن هذا جيد فإذن لنرى النتيجة فإذن هذه النتيجة أضافة وصفة جديدة وهذه هي الحقول بخصوص هذه الحقول فهي فعليا تحتاج يعني بعضنا لستايل فلي نقوم بذلك فإذن لنبدأ بذلك فسنذهب بداية للريسيبي طبعا هذا سأحذفها لأن لا نحتاجها وسأذهب لصفحة ماذا صفحة الكمبونت ريسيبي فورم ومن هنا سأقوم بجلب ستايلز مسار واحد للأعلى ستايلز و ريسيبي فورم دوت موديل دوت سي أسس وهذا الملف سأقوم بإنشائه الآن الذي هو ستايلز ريسيبي فورم دوت موديل دوت سي أسس جيد فسأقوم بإنشاء مثلا في هنا ريسيبي فورم باكي جراون مثلا ريد أي شيء سأكتب به الآن وأعد للي الريسيبي هنا في أو هذه نحن سنقوم بإنشاء هنا نضيف بعض الستايلات أول هو أن سأحيط بالفورم ب بفورم كنتينر هذا أول شيء سأقوم به فإذا سأخذ هذا وأذهب بالنهاية وأغلق الدب فإذا أحط الفورم بفورم كنتينر هذا الموضوع انتهينا منه بالنسبة للفورم سأضيف له ستايلز اسمه فورم هذه المسج سأضيف لها أيضا ستايل اسمه مسج الفورم جروب في كل مكان يوجد فيه فورم جروب سأضيف ستايل اسمه فورم جروب فإذا لاحظوا فإذا هنا لدينا فورم جروب وهنا فورم جروب فاستبدلت في كل مكان لدينا فورم جروب بستايلز فورم جروب فإذا استبدلها أنت أيضا لأنني استبدلتها بشكل سريع الآن أنا من خلال الاستبدال لكن أنت يعني تكتب تستبدل تقوم بكل شيء لكن تأكد أنك أضفتها وأعتقد فقط لكن الشيء الآخر الذي أريد أن أقوم به هو ستايل الهيلبر تيكس فإذا الهيلبر تيكس أنا أريد أيضا في كل مكان يوجد فيه هيلبر تيكس أريد أن أستبدله بستايل هيلبر تيكس وسأمسح هذا فإذا الآن في كل مكان يوجد فيه هيلبر تيكس استبدلتها بستايل هيلبر تيكس استبدلها أنت أيضا أعتقد هذا كافي من وجهة نظري يعني كافي لا لا اتذكر هناك شيء اخت لكن الموضوع الاخير هو موضوع النوت المكان الذي اضفنا فيه النوت كان في الاعلى باعلى الفورم اين اضفنا النوت ادنى ربما نبحث عنها نوت اذا ها هي هذه النوت اريد ان اجلبها بهذا الشكل واضعها في النهاية قبل زر الاد ناو هكذا جي اعتقد لنرى النتيجة فضلا النتيجة فقط هنا باضافة الستايلات واضفنا النوت هنا اه في النهاية اه ما رأيكم قبل ان نضيف الستايلات نضيف الخطوط نضيف الكلمات يمكن ان نقوم ذلك بسرعة هائلة لكن هي الكلمات كثيرة على فكرة فربما انتم الان يعني تشعرون بالانزعاج من هذه الطريقة التي استخدمتها دائما هناك معطرد على كل شيء نقوم به دائما هناك معطرد اه لكن لا مشكلة بالصبر والهدوء والتنفيذ هذه الامور المملة والتعليمات المملة يمكن ان نحصل على شيء يمكن ان نطور شيء من قدراتنا اه واكيد لا يوجد عمل يذهب هباء منثورة يعني فالان ساقوم بجلب الميسيجز التي اريد وضعها بالريسابي فور فاذا ها هي كثيرة جدا لاحظوا كثيرة جدا ساخذ هذه الميسيجز وقوم بتعويضها بالفورم فاذا لدينا هنا ريسيبي تايتل فيلد وريسيبي تايتل هيلبرتكس فاذا اين هي فاذا هذه هي تايتل سنضيفه هنا وبالنسبة لهيلبرتكس الموجود هنا ايضا سنضيف هيلبرتكس فاذا هنا سأضيف هيلبرتكس الان سأريكم كيف تظهر هذه الامور ثم نطبقها على الباقي فاذا لدينا هنا اسم الوصفة الليبل وهذا هو الهيلبرتكس الذي اضفته انا بالميسيجز التي نسختها انت ولم تقم بانشائها انت نسختها فقط من كتاب وضعتها وثم جلبناها بهذا الشكل فاذا الان سأكرر العملية لكل شيء فبداية سأجلب كل الليبل وضيف كل الليبل لكل العناصر فاذا هذه لدينا ريسيبي تايتل سنذهب لليبل الخاص بالدسكريبشن ها هو سنضيفه هنا ولكن اسمه ليس اسمه تايتل بل اسمه اسمه دسكريبشن واسأمسح هذه الدسكريبشن ايضا لدينا هنا الستيبس وهذه اسمها ستيبس وبالنسبة للانجريديينز ايضا انجريديينز فاذا نقوم باضافة الميسيجز نحن الخاصة بهذا الموضوع ولدينا هنا الكوك تايم الذي اسمه كوك تايم هنا وهنا ايضا preprabЭيشن تايم الذي اسمه بتايم تايم فاذا هذه اسماء الفيلد كلها فلا اقتربنا على النهاية لدينا هنا المضيف التوطال تايم وليدينا هكذا واعتقد بقي لدينا الميل إذن هذه الميل وانوت بالنهاية لاحظوا نحن يعني تعبنا في هذه الفترة لتعويض كل هذا لأننا لم نبدأ بهذه الطريقة. نحن لم نبدأ بكتبنا الأشياء والآن نعوض لكن الأصل أنك تبدأ بهذه الطريقة عندما تقوم بالتطوير فبالتالي لن تتعب بهذا الموضوع التكراري فإذن لاحظوا قمت بتبديل كل شيء بشكل صحيح مدى الطهي المدى الكلية على الأشخاص ممتاز الآن سنعوض الموجود هنا ولمن لا يعرف ماذا يعني نص مساعد يمكن أن نضيفه أدنى حتى يساعد المستخدم على ملء هذا هذا نوع من الخاصة بالمواقع أنك لا تترك أي بدون توضيح ماذا يعني هذا الانبوت فإذن الآن للدسكريبشن تالي سأمسح هذا هكذا فمرة أخرى سنقوم بتعبئة لكل شيء الآن نفس الشيء سنقوم بتعبئته وسنقوم بتعبئته هنا ونفس القصة وهنا أيضا للتوتال والآن لسيربينجز إذن نرى والآن للميل وبقي للنوت فإذن ها هي النوت إذن النوت سنكتب هنا النوت وأعتقد ها هو لكن لم ننتهي هناك بعض أمور أخرى التي علينا نقوم بها إذن هذه لاحظوا كل شيء تمتعبئته وبشكل صحيح الآن هذه واللانش والدينار نريد أيضا تغييرها وأنا قمت إضافتها فعليا هنا في الأعلى فلدينا ورسبي ميل دينر وهكذا فإذن لنذهب لنهاية الصفحة نذهب لنهاية الصفحة هنا وعند الريس عند الريكفاست أو عند اللانش هنا فيمكن أن نكتب هنا هكذا هذه والريكفاست نضيفها أيضا هنا نكتب هنا حتى تذهب باللغة العربية وأيضا هنا بالدينار نفس القصة عفوا نعفوا ما الشيء الذي كتبته خطأ فإذن هنا هكذا هذا الدينار وسأمسح هذا وانتعين فإذن الآن لو عدت إلى هنا لاحظوا سنرى أن هذا تم ترجمتها بالشكل الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر